السلام عليكم ورحمة الله. صباح الفل. صباح الجمال. صباح كل حاجة حلوة على مشتركين. تركت وادم. نعرض ان شاء الله في يوم جديد عن شكل السلكة الجديدة بعد انتهاء عملها. نقول بسم الله. نتوكر على الله. واجعلها فتحة خير كده. علينا وعليكم. على امة محمد اجمعين. ما تقول امين. امين. ادي شكل السلكة اهو. بسم الله. برج برضو ايه? بشكلها اهو. ادي الجنب اهو. ده افلنا خالص كده. خشب كله جنب بعضه كده. واده اهو. الشباك ده احنا عاملينه كده. بس اللي هم يبقى ايه? بادي اهو. الخارجة بتاعتهم كده. لسه طبعا ايه? اعمل لنا احزام كده. هعمله زي خطاف كده. حيس اللي هو ما يبقاش تقيل. وما يريحش على الباب. اهو. ده الشباك. كده تقفل. ونفتحه كده. يبقى امه خارجين. وهنتعامل بقى مع الحامد. اقول لك بقى بتتعامل مع ازاي? كسة دي. واده اقول باب. واده الوشة اهو. الحمد لله انا صبناه. بسم الله. صبنا الوشة كده تمام اهو. ده الوشة اهو بعد ما نصبناه. جنب المعولة ده اخر اهو. وراستقنا الدنيا وحطينا حمامنا اهو. الوشة ده تركيبه. هتلاقيه على قناة متحة اللابيات. يعني تركيب الوشة ده ان شاء الله متحة هيحمله. لان انا كنت ايه? قال طريق تركيبت العمل البيبان فامشان نفدل ايه? نشرح في اللي فات? لا خليني ايه? في الجديد. اهو. هدي شكل البتاع اهو. نكلف كده. وقالين فيه برضو شوية ايه? معلومات كواقسة برضو في الفيديو ده. اللي هو بتاع تركيب البيبان. شوية افتزات برضه قفلنا اللي هو الوش دي. اهو. احطينا دنيتنا. طبعا حطينا الاسس بتاعتنا اللي هي سايبة. ودي دي شوية زغريل دولت اللي هم كانوا كتن في قلب السلكة. فهبتدي اللي انا ايه? هسايب عليهم. حام بتاعي. اللي هو لو فيه كم قصة احدين الجداب برضه هسايبهم ازاي? والكسة دي. اهو. بشكل اللي هو السلكة. بعد انتهاء اعملها. هادي يا جدعان. كفل كل البنر من فوق. لسه عشان هوا باقته ما عبيش كده في البانر ده. اشده بقى الناحية دي كده بسدايب كده. على المراين دي. بيهسل اللي هو ايه? ما يبقاش فيه هوا معبيه. هنا الناحية دي عامله من اوله لاخره ايه? السدايب عشان كده ما فيش هوا بيعبي فيه. الهوا اللي بيعبي فيه من نحياتي اهو. اشد البانر كويس. عامله برضو هنا اهو. طريقة الميل. يعني هنا مثلا ستين سنتي. وهنا غاية على خمسة واربعين سنتي بوا في خمستوشر سنتي. السلكة دي اربعة متر كده. من اول هنا. لغاية اخر الجنب ده. اربعة متر في اتنين متر كده اوه. وش ستين في ستين. معانا متر اكبعين اهو. اهو اقزب من متر اربعين دي كمان. اهو. لين انت بتقدر تخدم الحمام اهو بتاعه. الزحمة برضو وش من اوله لاخره كده برضو شكله كويس. حتى لو نلاحظ الجنب ده. هتلاقوه اكبر من ناحية دي. اسس التحدين برضو السايبة بتبقى افضل. بتبقى احسن. فاحنا حبينا اللي احنا برضو نوريكم كل حاجة كده. محس اللي انتو تبقى عايشين معانا لحزة بلحزة كده. وبردو الافادة لو بكلمة زي ما احنا بنقول الافادة لو بمعلومة او بكلمة صغيرة برضو. بتفيد الناس. فمشكورا لاي حد بيفيد الناس. ده كان الفيديو بتاعنا كده مبسك كده. النهاردة. اللي هو. شكل السلكة الجديدة بعد انتهاء عملها. فهنا سألكم اتضعاء. وان شاء الله اللي جاي هيكون احسن برضو التعامل مع التحدين السايب. وازاي لو انت عايز تسايب تحدين. وانت معندك شوالة قص. برضو هتسايبه ازاي. ان شاء الله هنتكلم كده واحدة بواحدة كده. لسه ما عملتش اي حاجة. ده بكراسيت البيبان بتاعتنا. واللي هو. اه حطيت الحمام بتاعنا وما فيش اي حاجة لسه عملتها ولا فتحت ايه. فتحة الايهم اللي هم يخرجوا ولا فتحت لأي فردة حمام. اللي هو يطلع من قلب السلكة. لسه نعيش مع بعضنا واحدة بواحدة كده. فانتظرونا ان شاء الله من جديد لجديد. كان معكم كوتو اده. والسلام عليكم ورحمة الله.